موسيقى متسكر انا كل احد الوالد من معارف والمضربين اللي موجودين بالكوال كانت جمعوا عنده بالبيت كل احد ما الشيء والعرق والقعدة كل شيء كان موجود ادعم كان عمرك وقتا بلشت قوة عليهم كانت تقريبا عمرش تساس نلا عمر سنين كانت زورة من القوضة تخفت ونخي من تحت الكنيبات انتا اللي كان عندك الحشرية تشوف مش همي انا هاسمع شوف شو عم بصير فوق انه الوالد كان عنده بالبيت جاب له البابا كان أورج عساس انه هي جاي بتعلم أورج استلمتوا انا للأورج صرت انا دقدي عليه وانا عمر لو ما عندك والدتك كانت ملمة بهذا الموضوع او والدك كنت لقات حالك ممكن تكملت انك تفوت بعتقد انه اي طفل بس يكون متربه بالبيت على الطريقة اللي انا عشتها هي بتنمى فيه المحبة للشغلة واذا ما كان عنده المحبة موجودة جواته او انه بدو اياها شغلة حلوة ومبسط فيها خيبعتقد انه ما رح يطلع من أمره شيء في شيء خلاني انا حد بالموسيقى يا اما هيدا بيدلك يعني اللي اهم من ان الموحب الموجودة عندك باللاوعي طبعك اهلك نمولك ياها مزبوط لا اكتشفت انه انت حدا بيملك صوت حلو كيف كانت مش اول ما بلاشت السؤال التأريب لما فيني احكم حالي بيملك صوت حلو انه كنت تغني او الترغيل تسجلي الماما تقول لي غنيلي مثلا غنيني بدنا نتجوز عالعيد كنت بعدني اول طلعت ايه وعم جرب ترغيل معو متل ما هني عم يغنوا وايك تسمى حالي وقاد اتضحك بس انبسط ميولي الموسيقية اللي صار يشوفوها من ورا عصفع الموسيقى من ورا تعلمي العود من بعدها هذه الشغلة شجعتهم انه يعطوني البوش اكتر روح طلع تغني تمرن عرف كيف انا كنت تغني بالبداية الاجنبي اكتر من العربي كمان اتخيل حالي مثلا حاط الميكولوجي بالاشاطة تباتل الاشاطة كنت غنيت و اعمل حالي غني حط روت ستيورت حط مايكل جاكسون حط جاكسون فايف اللي حالهم غني متل ما هني عم يعملوا وجرب قلد وتخيل حالي انه انا وقف قدام كاميرا انا اللي عم بغني انا اللي عم بقدي اغنية حبيت هالشي لدرجة التقمص ما مارست الفان اكيد الا لو صلت الى سنة 18 سنة بقرار من ذاتك مني ومن اهلي حتى هني تجي على قليهم كان يقولوا لي دايما اول شي انت بيها درسك بعدين عمول بنتك وهيكا كان سيدي اكيد كان مع ارحاق بس مع الوقت امكين انا خبصت في انا بسا زعبر زعبرت كنت بعدك بالا 14-15 سنة بقرار بالكويت بالكويت اوفيشيلي قلت على 18 انت قررت انك تغني كنت انهيت دراسك الاكاديمية اذا بدك كنت بعني عم تدرس كنت بعني عم تدرس واخدت الخطوة انك تبريش انه ايجي على لبنان عم تقول انه كنتو انتو ثلاثة وفي فرق عشر سنين عم تحكي تقبله انك تنزلت على البنان لحالك ولا معونة اكيد لحالك تقبله بهايد الخطوة قبل الفان الوالد هو اللي اعطاني البوش للناد يعني الله يحرمه كان خلص يقل له للماما يقل له خلص لازم بقى ياخد استقلالي بقى حاله يعرف تعلم المسئولي لحاله ما بقى ولد صغير يعني انا من جيت على البنان جيت مأخر كان عمرت 25 سنة تقريبا فانا انا وما الوالد يمكن ما كانت كنت بعني بالكويت نازلنا على لبنان مش الحال شو تتبعت جاعت كمات اكاديمية وانا بلجت تتفوت تفنيا فتتت على الكاسليك جامعة الكاسليك تعلمت السولفاج تبعت فن عم تنسي ادراس شعور يقدر هو الغنى الشرق اتعلمته اكيد هذا كله بالدراسة كان معي اول شي ديبلوم كمبيوتر ساينس ديبلوم كمبيوتر ساينس بس انا ما كنت هلا قدي معلق فيها للشغلي لانه في الفن؟ لانه في الفن انه هو حاط التارجت لالي حسيت حالك شبعت علم لبلطات عم تكمل؟ شفت حالي انه انا بقدر كملة حالي الدرس اللي اخدته هو بكفي ما بدي اكتر من هيك لانه ما كتحط براسي انه انه قدرسه موسيقى لدرسه اه اوكي اخذ الموسيقى لقلق وقدم حتى بوقته على السديو الفن بستة بسعين سبعة تساحة اللي كاد عن فيها التربية العربية ووقته اخدت المركز الخامس هلا هايدي شغلي بزعل منها لانه انا بعتقد انهم كتبسيها لأكتر بصراحة بصراحة بلك اخدتك يا قالولي بنعدملك واسطة اللي بدك ايه بس انا كترفض كتقللون انا حابب اعتمد على حالي بس انت عارف انه عايش ببلد واسطة انا عارف انه عايش ببلد واسطة بس انا تربيتي بالبيت تربيتي بالبيت والطريقة اللي جيت فيها على لبنان انه بدي ابني حالي بحالي مبسوط بحالي لانه عملت اشياء من بعدها اثبت وجودي اكتر من ايا فنان او ايا شاب وصبي طلوع معي مجرد مرورك اذا بدك بمدرسة سيمو اسمر فادت ضرت ما ولك امن وجدت لو مرتب الخارس اعطتني شيئا ما يمكن فيك تقول انه اعطتني شوية خبرة اعطتني شوية علاقات علامتني شوية كيف ضرب الفان انه منه هاين بدك تاخده بالتفكير عميق مش بس تضحش تحش انه خلاص رح تصير مطرب طلعت عصربي الفان معناتها خلاص رح تصير مطرب لا ما في منه هاين ما في كتارين ستوديو الفان بستار اكاديمي ما بدك اترك مين تي سيمو اسمر تاني هلا ما فيه سيمو اسمر كان يعني يلي ساعدوا باعتاد اكتر ما كانش في الفضائيات اللي موجودة هلا وكترتها كان صعوبة علي اكتر انه بس بس ما زال فيه تركيز على الفنانين اللي نتجن من ستوديو الفان وعطان حقهم مزبوط باعتاد يعني مش ضروريش هاتي مجروحة فيهم يعني انا هلا بس تقلي مثلا بحفلة تعتمد بصهرة كاملة على فنان واحد وناش العالم تيشي تيصهر عليه لهالفنان الشخص الواحد بالصهرة كلية انا هادي باعتاد بالصهرة فاشلة بابقفي منها مش ماشي صار بدل العالم التنوع بطل العالم تقدر تستحمل مثلا غنية طوله ربع ساعة او مطل بيغني لقله كل اغانية كل السهرة لا لا تكتشكل له عمر حمدان مرحبا كنا عم نحاول قبل مين هو عمر حمدان هلا لوصلنا لعمر حمدان عم نعم مقابلة اذا بدك او داردة شي لما نحمل على المعنى التقيل لكلمة المقابلة